أكم في آخر جزء من لوماج إكسبرس أشسار في العالم أشسار في العالم نحكيوا على كتب إسرائيلي يقول الكل يريد صفقة باستثناء نتنياهو يقول هذا الكتب الإسرائيلي أنه رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو محشور في الزاوية بعد أن بيت وزراء مجلس الحرب يؤيدون صفقة لتبادر الأسرة مع حركة حماس ويريدها أيضا الجيش اللي وصفوا بألمون هكليك لكن نتنياهو يناور لإسقاط الصفقة هذه حتى يحافظ على تحالفه الحاكم في مقال في صحيفة هارتس بعنوان نتنياهو يعرف أن كل وزراء مجلس الحرب يؤيدون الصفقة وهو محشور في الزاوية كتب الكاتب أنه إسرائيل تجرجر أقدامها بعد نحو شهرين من بداية الحرب البرية في قطاع غزة وأنه الجيش يقر بوجود خيبة في صفوفه من أدنى الهرم إلى أعلى والكاتب يقول أنه سبب إلى الخطة الأصلية اللي يترحى الجيش وأقرها مجلس الحرب وليتفضي بعملية من ثلاثة مراحل تستمر لمدة عام لكن كل القوة التي رسدت لتنفيذ المرحلة الثالثة وهي الحالية لا تستطيع فعل أكثر مما تفعله وليس هناك ما يكفي من القوات لشن عملية في مخيمات وسط القطاع نهيك عن رفح وليس هناك أيضا صفقة تفرض وقفا لإطلاق النار نذكروا كانون يوم 7 أكتوبر التوجه متاع الحكومة الدولة المحتلة هدفها كان القضاء نهائيا على حركة حماس اليوم يبدو كونه الجميع مقتنعة كونه هي بعيدة جدا عن هذا الهدف وبالتالي في أكثر من مرة قلنا في هذا الفضاء وفي غيره كذلك كونه نتنياهو بالنسبة لهو الحرب هذه كل ما تزيد تطويل يزداد بقاءه على رأس الحكومة المحتلة وبالتالي لم يعود مجرد تحقيق هدف بقدر ما يمنع في رأسه تقريبا من داخل حكومته ولا من داخل معتالكين فهو ما نهيس وليت اليوم تحكي على حرب عمرها ما صار تقبله على خسارة الحرب يعني ويستعرفوا بخسارة الحرب للأسف تكلفت بارش أرواح بشرية يعني عدد كبير من الأرواح البشرية فاتت 30 ألف ونيس اليوم الأطفال اللي نجيت من القصم قاعدة تنجوا من الجوع وصور ما شفنا هايش من وقت المجاعات في الثمانينات وفي التسعينات مما كونيش نستخيل وش نعودوا نشوفوها نهار يحيى سريع يعني ساعة تقريبا أقل من ساعة طيليها بتبين ممكن نقول يحيى سريع نقول الحوثيين بتبعها يقول لك انتصارا كالعادة لمظلومية شعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي والبريطاني على بلدنا نفذت القوية البحرية في القوية المسلحة اليمن عملية استهداف لسفينة الأمريكية في خليج عدن وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله ما أدى إلى نشوب حريق فيها هذا دوك يحيى سريع من القوية الحوثية اليمنية اللي ما زلت معنى هي شدة صحيحة هي تعطل من هوني في حركة الملاحة البحرية وراهو معتا المتاحة راهو ما 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 فما نس تحب تستخف به لكنه ما نش قاعدين يوصلونا للأرقام كبير كم نشير فما بلدان عربية قاعدة تفك في الحصار هذي للأسف بالأساس الإمارات السعودية والأردن والأردن اللي ترمي مساعدات على الفرنسيين من السماء تلقيهم معنىها وهي عندها بناتهم بيب معتا تجم تحلوا قطر في بيان تقول أنها تتعهد بمبلغ إضافي قدره 25 مليون دولار لويكالة الأنروالي قالت راهو هكا بش نجم نقدم أي يعانيت من دوبيت قطر لدى الأمم المتحدة ومن دوبيت هابلوتو اللي هي السفيرة الشيخة علي أحمد بن سيف قالت بش تعهدت تقديم 25 مليون دولار إضافية لوكالة أمم المتحدة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بش تسعادة في تلبيت احتجات طوير هذي راهو معناه هذا بما نحكينا على ما يحدث في غزة تأثير هذية على بعض الماركات اللي في وقت ما الأوقات تربطت اسمها بالكيان المقدار كان تأثير كبير برشا بش نحكي اليوم على المثال متى استرباكس اللي انخفضت قيمتها السوقية بما يقارب 11 مليار دولار في شهرين فقط حسب تقرير لمجلة نيوزويك استرباكس اللي حاولت بكل الطرق كون يتنفي أي علاقة لها بالحكومة الإسرائيلية وأي دعم لها للجيش المحتل ولكن هذي ما نقصش من حملة المقاطعة الكبيرة واللي أدت إلى تراجع كبير في أرقامها بالنسبة لسلسلة مقاهي استرباكس في 13 دولة في الشرق الأوسط تشغل في تقريبا 19 ألف موظف أعلنت على تسريح 2000 موظف في 13 دولة في دول في الشرق الأوسط وشمال الأفريقي يعني تقريبا 10% أو أكثر شوية من 10% من موظفها من إجمالي العاملين فيها دونك بشي تم تسريحهم من جراء تراجع المبيعات كذلك المجموعة اللي تمتلك أو هي اللي تستعمل في البراند متاع سترباكس في الشرق الأوسط واللي هي مجموعة الشايع كانت أعنت كونه للأسف هي تتأسف بطبيعة الحال كونه عدد الزوار للمقاهي عرف تراجع حاد في بعض الأحيان من جراء المقاطعة اللي كانت سلاح فعال جدا في تراجع مبيعات سترباكس بالنسبة لي سهم سترباكس في مؤشر الناس داك عرف تراجع في من منتصف نوفمبر عرف تراجع 14.9% يعني تقريبا 15% السهم فقد قيمته كان في حدود 107 دولارات وانخفض سعره إلى حدود 91 دولار بالنسبة بالنسبة لسلاح المقاطعة كما قلنا هو سلاح فعال جدا وادى مش كان في شرق الأوسط وانما ادى إلى تراجع مبيعات سترباكس حتى في ماليزيا بنسبة 38% كذلك انخفضت أسهم الشركة اللي تدير مقاهي سترباكس في ماليزيا انخفضت الأسهم تاحها ب20% منذ 7 أكتوبر إلى حدود اليوم هذا حسب أرقام جات في تقرير في نيوزويك أضرار كبيرة اقتصاديا لسلاح المقاطعة أي رأيسي ليحو ما معتها ما تنقصوش ما تستنقصوش من قيمة وليفرانشيز راهو سوئن موجودين عنا مولا مش موجودين عنا كيمة سترباكس في تونس راهو يخلصوا فلوس معنى هدو مالي ملتناشنال راهو انها تقولك أنا مثلا نعرش موجودة في مصر اللي في تونس قلك ليراني ما تونسي أو راهو يدفعو سنوين شو تتسمى يعني ديرو دوفانس ديرو دوفانس ديرو دوفانس ديرو والتي زو ما تسمى والا للفرانشيز كذيك الفلوس راه يتمشي للكين السويون شكرا هاجر بوجامعة شكرا زينب الباستي كان معنا كذلك وليد بالحاجة مر في الساعة الأولى نتواجهله بالتحية سيري نحتيت في الإخراج محمد الأحمر في الديجيتال وليد برحوم نحييكم تقابلوا غدوا وان شاء الله في نفس التوقيت باي باي